في أول ظهور لوزير التربية والتعليم المصري أمام مجلس النواب أدل الوزير ببيانه الأول منذ توليه منصبه قبل نحو شهرين تقريبا ورغم خبرة الوزير الكبيرة بالتعليم بمنظومته القديمة والجديدة لكونه بدأ حياته منذ قرابة أربعين عاما معلما ثم تدرج في المناصب حتى أصبح وزيرا إلى أن بيانه الأول أثار عاصفة من الجدل الواسع وجعله في مرمى نيران أركان المنظومة التعليمية من مدرسين وأولياء أمور وحتى الموظفين والطلاب ليس هذا فحسب بل بات الاسم الأكثر تعرضا للنقد خلال الأيام الماضية في البرلمان والإعلام حتى الوسائل المحسوبة على النظام فماذا فعل وزير التعليم الجديد لكل هذا؟ للإجابة على ذلك معي في هذه الفقرة ديوفي الدكتور النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب والدكتور حسن شحاتة أستاذ التربية وجعمة عين شمس أهلا وسهلا بحضرتك والأستاذة داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أهلا وسهلا بحضرتك سيادة النائب كيف تبعت بيان وزير التربية والتعليم في المجلس؟ أنا اتصدمت بأن أول ما سمعت البيان أحسنت أن الوزير الجديد لم يأتي بجديد وكنت أتمنى أنه يدي خطة وأهداف حتى لو كان تحقيقها صعب وفي تحديات أنا كنت أتمنى أن أرى أنه إزاي سيركز على العملية التعليمية داخل المدرسة إزاي سأحسن أحوال المعلمين وأنا أرى أن أحوال المعلمين هي الأساس في إصلاح المنظومة وده كان خلافي مع الوزير السابق وكنت أول ما انطلب بإقالته لهذا السبب لأنه كنت شايف أنه إصلاح المنظومة يجب أن يبتدي بالمعلم المعلمين من حيث الأعداد ومن حيث الإعداد ومن حيث الرواتب والحوافز الكافية عشان أقدر أبتدي منظومة صحة صحيقت لما رأيت الوزير بيتكلم عن أن أنا إزاي هجيب دخل للتعليم هل ده دوره؟ لا مش دوره يعني أنا فكرة تقنين مراكز الدروس الخصية أو السناتر زي ما بيسموها أنا مش ضد التقنين لو جي من وزير المالية يعني وزير المالية جي قال أنا هاخد درايب منهم لحق الدولة لازم دي الناس بتكسب تاخد منها درايب لكن مش وزير التعليم اللي يتكلم عنها إزاي هاخد منها الفلوس دي فلوس هتخش لخزانة الدولة من الدرايب أنت دورك إزاي تدخل فلوس جوه المنظومة؟ لا أنت تدي دروس داخل المدرسة يعني هو كل كل مكان أنا هاخد فلوس من الدروس وهاخد فلوس من الطالب اللي هزوغ من المدرسة عشان يروح الدروس اللي أنت قلننتها هاخد منه غرامة 300 جنيه في اليوم لما يغيب وهعمل مراكز تانية جوه المدرسة شركة تعمل مراكز زي السناتر بس داخل المدرسة هذا التفصيل على البيان؟ يعني فكرة تسليع التعليم كعنوان كده أقول تسليع التعليم التعامل مع التعليم كسلعة وده أمر مخالف للدستور وده أول حاجة كان يعني خلاف صارخ مع التوجه اللي بدأ بيه لوزير خطابه طيب لو رحت الحدق دكتور شحاتة كيف تبعت بيان وزير التربية والتعليم أمام مجلس النواب وتحديدا فيما قاله حول تقنين الدروس الخصوصية طبعا في إطار توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إقامة حوار مجتمعي قبل اتخاذ أي قرار كان لابد من أن الوزير يجد أن فيه أساسات تعليمية غير خادعة للقانون بتعمل ضد التربية بمعنى أن هي لابد يتحول مصارها بين التلقين والتخزين وحزش والأزهان بالمعلومات اللي ظهر ناتقته في السنتين الأخيرتين من انخفاض مستوى القبول في الجامعات 15% إلى 10% لأن السناتر وجدت للتحفيز والحفظ والاستظهار والترديد والتكرار وده بيتنافع مع توجهات الدولة في بناء إنسان جديد يفكر يفسر يعلل يبدي رأيه ولذلك امتحانات السنوية العامة مجادة في العامين الماضيين كانت بتقيس المهارات العليا من التفكير وكان لابد من أن هذه المراكز طربويا يتم تحويل مصارها وعشان يتم تحويل مصارها لابد من أنها توضع في إطار قانون يلزم الدخول للطلبة جلوس الطلبة، البيئة الصحية، البيئة، الأفكار المغلوطة اللي ممكن أنها تتسرب إذا كانت الحكومة نفسها أو إذا كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لم تقم بذلك الدور في المدارس هتقوم بي في السانيتر؟ سانيتك لحظة واحدة التعليم بنص الدستور مجاني في جميع مراحله التعليم عندنا ما يقرب من ستين ألف مدرسة عندنا ما يقرب من مليون ونصف مليون معلم المعالمين الأكفاء الحمد لله دول بيتموا متابعتهم في مجالس الأباء والمعالمين المفروض يتابعوا السادة المحافظين بنص القانون لابد أن يتابعوا المدارس والالتزام بالحضور وعودة الطلبة للمدارس وده كان المطلب الأول لوزير التعليم عودة الطلاب إلى المدارس يعني حدثك متفق مع فكرة تقنين الدروس الخصوصية كما طرحها وزير التعليم لأسباب تربوية وليس لأسباب اقتصادية السبب التربوي هو أن أجعل هذه السناتر تهتم بتنمية التفكير تهتم بتنمية أوجه التعلم بتنمية قدرة المتعلم على اتسام بمواصفات المنتجات التعليمية العالمية لو رحت لحضرتك وحضرتك ولية أمر رأيك إيه في تقنين الدروس الخصوصية وحضرتك كان لكي أولاد في السنوية العمالية مرارتي بالتجربة طبعا هو كان فيه استياء من أولياء الأمور إحنا هيترفع علينا سعر الحصة أكيد طالما هم هياخدوا درايف فما فيش حد هيدفع من جيبه صاحب السنتر أو المعلم هو ده كان أكتر حاجة كان شغليهم لكن إحنا كلنا بصينا من منظور تاني للموضوع دلوقتي الدروس الخصوصية كل المحاولات نحنا نقللها أو نحجمها بقت بالفشل سواء يعني الوزير السابق أو القابلي فكان يجب بقى أن إحنا نبص للمشكلة تبتيني رقم كده بيبلغ إنفاق الأسرة المصرية على الدروس قد إيه نوقع تجربتك الفخيرة مع إبنك أنا يعني ممكن 8000 في الشهر في الشهر؟ في السنوية عامة لأن أنا كنت ساعدت بلجأ لدرسين أونلاين ودرس في البيت عشان دي ملهاش علاقة بإبن حضرتك داخل مدرسة حكومة أو خاص؟ دا ملاش علاقة ملاش علاقة هو استثمار الأسر المصرية في التعليم بالزيادة ويمكن ده حاجة تحسب ليهم أنهم بيهتموا بالتعليم أولادهم وبيديهم كل وقتهم وكل فلوسهم عشان يحاوفروا لهم حياة أفضل يعني فطبعا يعني إحنا شايفين لو فيه تقنين للسناتر مش هتبقى بالمطلق تقنين عشان ناخد منها فلوس وخلاص تقنين ولكن عاوزين لما الوزارة تقنن يبقى فيه رقابة ومحاسبة للسنتر بعد التقنين مش ينتهي دور الوزير أنه هياخد الفلوس في خلال متابعتك للمراحل التعليمية اللي أولادك مروا بيها هلا حستي مرة أن وزارة التربية والتعليم كان فيه ملاحقة أو متابعة سواء في المدرسة اللي حضرتك ونتي بتودي أولادك فيها للمدرسين يعني إلا هيتغير فجأة في سياسة وزارة التربية والتعليم لما نقنن الدروس الخصوصية فبالتالي هتكون فيه متابعة ورقابة ومحاسبة مع عشان كده لو هو هيقدر يقوم بالدور ده يبقى إحنا مع التقنين ليه بقى؟ بقى فيه مقاسي فيه السنتر دلوقتي بقى بيستخدمه ممكن أغاني مهرجانات أسلوب شرح بأسلوب غير لائق وألفاظ غير لائقة في المكان تربوي مفروض وتعليمي فكان لازم يبقى فيه رقابة فيه أماكن غير مفاسة لما سلامة الأولاد هم قاعدين فيها أو مكان دايق قوي أو ما فيش استرادات في كمساحة أو عدد الطلاب أو ممكن نحن نلاقي مثلا أن الأشخاص اللي جوه السنتر مش مؤهلين أنهم مش رحوا روح لحضاك سادة النائب البعض علق على الأمر بأن سياسة الدولة في تدبير الأموال من أي مورد حتى وإن كان على حساب الموظفين أو حتى على حساب الطلبة أو حتى كان من التعليم وأعطوا مثال على ده الغرامات اللي فرضتها وحضاك ممكن طرحت ده في البداية فرضتها على أولياء الأمور في حالة تغيب الأبناء تعليق من حضرتك طيب بس أتقول تعليق صغير على الأستاذ الفاضلة يعني أنا طبعا مقدر موقفها بس ده الكلام يقول ده ده كارثة إحنا وصلنا لها لما يبقى أولياء الأمور كل هدفهم إزاي نحسن بيئة الدروس الخصية وبعندهم حق لأنهم ما فيش المدرسة ده معناها أن إحنا فقدنا الأمل في المدارس فبقى كل أملنا دلوقتي إحنا الدروس الخصية إزاي نخليها محترمة وده ما بدرش ألمه على كده بس ده معناها أن إحنا وصلنا إلى مرحلة أن إحنا خلاص مش بيتكلم عن المدرسة مدرسة اللي خلاص لغيناها طب كنائب في البرلمان حدامت كيف يتصرف البرلمان مع ذلك؟ كنائب في البرلمان القصة تبتدي من البداية بموازنة الدولة وأنا ولت كده في طلب الإحاطة اللي عملت أنا طلبت طلب إحاطة وطلبت استدعاء رئيس الوزراء مش الوزير فقط لأن أجاب دي مشكلة دولة مش مشكلة وزير مشكلة الدولة تبدأ بالموازنة التعليم وأنا رفضت موازنة الدولة لهذا السبب بسبب موازنة التعليم وموازنة الصحة لما يكون عندي نسب دستورية في 2014 دستور بيقول أن التعليم مقابل الجماعي 4% والتعليم الجماعي 2% يعني 2% على بعد 6% وجزء الثاني من الدستور من البداية لناس بتنساه نتزداد هذه النسب تدريجيا إلى أن تصل للمعدلات العالمية يعني في 2014 كنا أفروض نبقى 6% النهاردة نوصل على أقل 10-12% لما ألاقي السنة دي موازنة التعليم بزاقة التعليم العالي 3% يعني أقل من النصف النسبة الدستورية أنا لازم أرفضها هو الوزير بيحاول يجيب فلوس وهو طبعا طرق إحنا رفضانها لكن هو في الآخر ما عندهش إمكانيات هو بيحاول يجيب أي مصدر فلوس وتحول التعليم بهذه الطريقة إلى سلعة أنا بحاول أجيب دخل من الطالب بحاول أجيب فلوس من المدرس بحاول أجيب فلوس من السنتر وإنما التعليم هو خدمة تؤديها الدولة مدى 19% دستور طول أن التعليم حق وهي خدمة تؤديها الدولة وتلتزم الدولة بمجانية التعليم على الأقل للتعليم الإلزامي اللي هو لغات التنوية العام فده الحق الدستوري أن التعليم خدمة الدولة بتصرف عليه مش بتاخد منه فلوس فإحنا تحولنا لأنه الدولة لا تضع التعليم في الأولوية ولا تعطي الميزانية الكافية فأصبح كل وزير بيحاول يجيب أي فلوس بأي طريقة عشان يعمل أي حاجة لكن لن يصلح حال التعليم إلى أن تضع الدولة التعليم في خمة الأولويات هنا بنخطب مين لما نقول الدولة تضع التعليم في الأولويات بنخطب الحكومة الحكومة اللي بتوزع الموازنة رئيس الحكومة واللي ما بيعودوا يوزعوا الموازنات أنا بصرف فين بحط تريليونات فين وبحط مليارات فين وما تحدثتم مع وزير المالية بهذا الشأن كان إيه الرد المنطقي على فكرة أنه التعليم لم يأخذ الأولوية الكافية في الموازنة أو حتى لم يرجع إلى الاستحقاق الدستوري أو كما أقر الاستحقاق الدستوري هو طبعاً وزير المالية عنده طبعاً قصة بيعملها كل سنة ودي خلافنا معها أنه بيحاول يعني زي ما بيقوله كده بالبلد يلف الموازنة ويحط بعض البنود اللي هي مش بتتصرف على التعليم يحطها في التعليم يعني مثلاً بيحمل جزء كبير من قروض والديون اللي على الدولة على مزرين التعليم بيوزع القروض اللي الدولة واخدها على الوزارات فيقولك ده جزء من راحل التعليم بيوزع اللي يحط التعليم اللي هو خارج الوزارة زي التعليم الأزهري زي جزء من التعليم الخاص والتعليم الأهلي يحطه في مزرين التعليم كل ما يتعلق بالتعليم ففي الأخير لما يجمعها يقولك هي 3% لكن لو فصصناها نرى هي نصف الموازنة اللي مفروض تتحط نعم دكتور حسن في العام الماضي كان هناك حملة شارسة جدا على مراكز الدروس الخصوصية يمكن حتى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية أفعلوا تحديدا 97 ألف مركز من مراكز الدروس الخصوصية ما الذي تغير برأي حضرتك في منهج وزارة التربية والتعليم في التعامل مع الدروس الخصوصية إن المحافظين فشلوا رغم هذا العدد في إنهم يقضوا على المراكز دي وإن الأولياء الأمور طوعية واختيارا وليس إكبارا بيدفعوا ملايين ومليارات من الجنيهات بتدخل في جيوب الفئة معينة اللي هم أصحاب السناتر هل تعتبر الدولة مزنبة عندما تأخذ حقها وتنظم هذه الأموال الهائلة السائلة أما تنظمها في مؤسسات لها شرعية وكمدارس خاصة كمدارس خاصة بتؤدي مهمة تعليمية بقوانين وطبعا زي مقاعدة الأستاذة داليا لابد أن يوضع شرط أساسي حد أخصى للمصرفات لابد أن يكون في شروط تعليمية وشروط صحية وشروط أمنية دينية وسياسية لأن المنحرفين كلهم بيبدأوا من هذه المراكز لأن احنا شفنا الخروج على الأخلاق والفساد في الأخلاق لاجي يجذبوا الطلاب إلى هذه المراكز هذه المراكز يا أستاذة نسمع هم دي مسؤولية الدولة لابد أن يتضع عيديها لتقنن ليس بمعنى أنها تحت فلوس ولكن تقنن بمعنى أنها تنظم معنى أنها تسيطر ألا يعتبر ده اعتراف بعجز الدولة في مواجهة الدروس الخصوصية؟ لا اعتراف بأن أولياء الأمور عندهم عادة اسمها الدروس الخصوصية أولياء الأمور أنا قلت للطلبة في كلية التربية المدارسين الأطلاق مدارسين أنا مش فاكر مش عارف ليه اللي بيحصل ده المدارس مفتوحة والمدارسين موجودين وفيه مجالس أعباء ومعلمين وفيه متابعة من الوزارة للمعلمين ليه ما توديش يا ابنك المدرسة المجاني اللي في الآمنة البيئة النقية لأوجدها المجتمع للتربية وتوديلي السنتر يتحشر في وسط زمراء من الخلق خليلي أسمع ولية الأمر بقى هي اللي تردها حضارك في ده ليه أستاذة داليا بتترك المدارس أو بعض التلاميذ بتترك المدرسة وتذهب إلى السنتر في الأماكن الضيقة اللي بتزدحم حتى تتلقى العلم في مكان آخر غير المدارس الحكومية أو المدارس بشكل عشي لأن الدروس على فكرة فاندي مدارس حكومية وخاصة بيأخذ الدروس سواء هو الدروس الخصوصية عرض وليس بمر فإحنا قبل ما نكافح الدروس الخصوصية عاوزين نعرف هياتنا شاءت ليه؟ غياب دور المدرسة المدرسة الدور الفعال إن هو الطالب يروح المدرسة وتلقى تعليم جيد واستعاب مقبول إلى حد ما ما بيحصلش فبقى أشوفه هو بيفهم قد إيه وكمل عليها طبعاً مش بكل المواند لأن دور أولياء الأمور إن هم يتابعوا التدريس في المدرسة دور أولياء الأمور الأم والعاب ما يسيبوش ابنهم يروح المدرسة ويلقوا التابع على المدرسة لابد إن ولي الأمر يتابع يروح مجالس الأباء والمعلمين ابنه ما يتعلمش ليه؟ المدرس ما يتعلمش ليه؟ لا أعتقد إنه أولياء الأمور في الفترة الحالية بالعاكس ما يتحسن مجتمين جداً ده جروب المميس حضرتك قلت عارض لمرض والمرض هو عدم قدرة المدرسة على أداء وجبها التعليم ليس بس كده في حاجات تانية ده دور المدرسة دور المدرسة التعليم دور المدرسة التعليم أنا هروح لسياد النائب البعض بيقول إنه اللي بيحصل حالياً في مصر هو نوع من الخسخصة الكلية للعملية التعليمية بعد التحلل من دور المدارس الحكومية ما تعليقك؟ هو طبعاً ده اتجاه مش مش اتجاه خاص خاصة هو اتجاه إحنا مش قادرين نقدم الخدمة فبيحاول ناخد منها مكسب يعني تسليع التعليم اللي أنا بحوط في تسليع التعليم تحويل التعليم إلى سلعاً دخل منها فلوس أنا يعني بختلف مع الدكتور حسن معلش باحترامي ليه حتى إنه دور الأهل في التعليم دور الأهل ما هو مش دوره في التعليم دور المدرسة أنا الأهل في التربية إنما التعليم هو دور المدرسة بالكامل المدارس أنا يعني الفترة اللي فاتت وقت المناهج الجديدة لما نزل تطوير المناهج وأنا كان ليا فيها مداخلة طويلة مع الوزير السابق فدرست مقارنات ما بين المدارس الحكومية والخاصة بأنواع يعني المدارس الخاصة في قات مختلف في مدارس خاصة بمصاريف قليلة في مصاريف مهولة يعني بعض المدارس اللي هي يعني للأسف هي مدارس خاصة بمصاريف عالية جدا هذه المدارس الأولاد فيها بيتعلموا كويس ما بيأخدوش دروس الأهالي مش بيدخلوا في تعليم الولاد طب ليه؟ لأنهم بيدفع مصاريف عالية فالمدارس عندها ميزانية عالية فبالتالي بتجيب مدارسين بتصرف عليهم كويس مين اللي هيحاسب على الـ 8 مليار اللي صورته في التابلت يعني لأحد يعلم مصير التابلت دلوقتي إيه بعد تغيير نظام الامتحانات مين اللي هيحاسب؟ هل هيتم مسألة؟ يعني هل هنراجع حتى لتقييم التجربة؟ طبعاً يعني هتقدم مسألات فيه وهم من الوقت الوزير السابق قدمنا مسألات وأنا قلت للوزير في المجلس قلت له ده إهدار مال عام ده مصرف 9 مليار على تابلت واستفدناش به قال لي أنا جبتها من بره الموازنة قلت له حتى لو أنت قادر نجيب فلوس من بره الموازنة كنت صرفتها على المدرسين صرفتها على حاجة أولى من التابلت فهي القصة كل وزير بيحاول يجيب فلوس من أي حتة عشان يمشي العملية فلازم هي التعليم يبقى قضية الدولة ويجي رئيس الوزراء ويجي الوزراء كلهم ويعودوا مع النواب ويعودوا مع الخبراء ونشوف إزاي هننهض بهذا التعليم إذا توفرت الإرادة وتوفر المال اللازم لتحقيق هذه الإرادة بمناسبة الأموال أعلن رضا حجازي عن تنصيق وزارته مع إحدى الشركات التابعة لجهة سيادية لم يسمها من أجل إسناد مجموعة الدعم لها بعد تعديل الإسم من التقوية لماذا هذا الإجراء برأي حضرتك؟ برضو هي نفس المشكلة أنت دلوقتي عم بتعمل سناتر الدروس جوه المدرسة هو ده البديل هو ده فكرة لأنا اتناشت مع الوزير في الحتة دي هو عايز ينافس السناتر اللي بره فيعمل سناتر جوه ما هو هيعمل لتنين هو هيتحكم في السناتر الخارجية هياخد فلوس من هنا ومجموعات التقوية هتقلق إلى مجموعات الدعم مجموعات تقوية دي مش بوليش ما ده بدي بفلوس برضو أي والمدرسة بتحصل فلوسها باليوم يعني هو الأساس من مش أنني أعمل مجموعات تقوية أنا لو عندي تعاليم جيد في المدرسة لا يحتاج مجموعات تقوية جوه ولا دروس بره نعم أستاذ داليا ليه الأسر المصرية بتتقبل الكسافة العددية في أماكن السناتر الخاصة بالدروس الخصوصية في حين لا تتقبله في المدارس سواء حكومية أو خاصة ليه؟ هو عدم التقبل أن لما المعلم بيدخل يشرح في الفصل اللي كسافته عالية هو بيكون يعني ما بيوصلش المعلومة أو أن هو ما بيقدرش يسيطر على الطلاب العدد الكبير ده أو أن هو يعني طبعا كل فئة فيها الصالح وفيها الطالح أنا ما أقولش كل المعلمين ما عندهمش ضمير ممكن يكونش عنده ضمير أنه هو يوصل للمعلومة وما عندكوش ركابة فوق أنا عايزة أحدك سؤال هو الدروس الخصوصية أصبحت مقتصرة على السناتر فقط يعني فكرة الزمان يعني لما كنا ناخد دروس له فكرة الدروسة ده واحد لوحد أو خمسة في المجموع ده بطل وخلاص ولا لي؟ شكيت كده حكيت أنا كولية أمر أنا أحسني اللي أنا أجي إبني في مجموعة تقوية لو كان سعرها مناسب عن هو يبقى في البيت لفي البيت السعر بقى فيه جاشع جدا دلوقتي للمعلمين يعني أنا كنت ممكن إبني الحسة بربعمائة جنيه لو هو الواحده بربعمائة جنيه في المادة في الأسبوع فتخيالي حضرتك يعني فأنا لما بلجأ لأن هو يدم أكتر من واحد معاه أو أن هو يدخل مجموعة تقوية عشان يخفف ملعب علي شوي فهي مجموعة تقوية ممكن تبقى بديل أوكي مناسب بس برضو ما كانش فعالي الأيام دي تم مجموعة تقوية موجودة في المدرسة حد حاس أن هي ليها مثلا لأن جودة المدرسة اللي بدي في المدرسة جودة المدرسة مش معهلة مفيش ركابة عليه أي حاجة لازم يبقى ركابة عليها زي زمان كده لما كان بيدخل سوبرفايزور لأي مادة ويقعد في آخر ديسك ويقعد يسأل يعني فاكرة مجموعة تقوية كانت مديرة المدرسة أو نظرة المدرسة كانوا ينزلوا ويحضروا ده زمان 30 سنة كده فدلوقتي فدلوقتي هنعمل إيه لكن بقى في السنتر هو بيحافظ على اسمه بيشتغل على نفسه كمان ويتور نفسه عشان اسمه يكبر لكن أنا متهيأ لي المعلم لو تحسن أحواله المادية واتربطت كمان أحواله المادية بمكافآت وإجازة ده كلمة مش منطقية برضه اسمحوا لي حضراتكو إنه لما يكون معلم بياخد الرقم اللي حضراتك قلت عليه في المرة الوحدة وفي السنتر بياخد 3,000 و 6,000 وارقام كده المدرسة الوزارة التربية والتعليم أيضا يعني ننصفها هنش هتقدر تدفع المبالغ دي أيوة بس في نفس الوقت برضه ما نفعش أبقى ديره ألفين جنيه مرتب أنا مش هقول المدرس في السنتر ممكن بيخشله 150 ألف جنيه في الشهر أنا مش هقدر أدي ده خليت أتكلم بقى أرقام المدرس في أي مدرسة مدرس الدولية في مصر لا يقل مرتبه عن 25 ألف جنيه أتكلم بقى أرقامي يعني فأنا عايزة أعمل حاجة مش هدي 150 ألف اللي هو بيخدها في دروس خصية بس أنا لما أعمل كده لما أدي مدرس 20 ألف ولا 25 ألف لو قدر توفر كده وفي قطاعات في الدولة بتاخد مرتبات كده المدرسين أولى بهذه المرتبات أهم حاجة يوفروا حياة كريمة لما أعمل كده للمدرس أنا في الحالة دي الهيدي دروس خصية ده مرة المدرسة مش هدرس في مدرسة بقى أنا هكتفي بهذه الناس واللي بياخد مرتب مجزي مش هدي دروس خصية يبقى أنا قدر أقول للمدرس اللي هدي دروس خصية أنا هفصله من المدرسة وهذا الناس دي يبقى يعني يعني رقم معقول يعني متفرغين للمدرسة في مقابل رقم معقول القادة أن التعليم سياسة مجلس وزراء وليس سياسة وزير أو سياسة وزارة الوزارة والوزير لا عبرة بهم ولا قيمة القيمة الأساسية في مجلس الوزراء وعندما يطرح أي وزير وإحنا لابد أن نوجه النقد للأفكار وليس للأشخاص عندما يطرح أي وزير تربية والتعليم وغيره أي قضية فهذه القضية موافقة عليها من مجلس الوزراء رقم اتنين أنه لازم مجلس الشعب يوافق عليها قبل كده كله الحوار المجتمع هو اللي بيقول ده يقبل وده يرفض السياسة التعليمية سياسة مجلس الوزراء مجلس الوزراء اللي بيضع طيب هل أصبح التعليم في مصر للقادر فقط؟ التعليم في مصر نفس المشكلة بقى زيه زي الصحة لأنه مفيش موازنة كافية فبالتالي حالك عشان تتعلمي صح لازم تدفعي كويس إما هتدفعي في مدرسة غالية قوي أو هتدفعي في دروس مكلفة جدا عشان تاخدي تعليم كويس وهرجع أقولي المشكلة في إرادة الدولة وأن التعليم يتحط الموزنة محترمة يتصرف عليه مبلغ كويس فبالتالي يبقى زيه زي المدارس الخاصة المتميزة اللي الناس بتروح فيها بتاخد تعليم جيد لا يحتاجوا إلى دروس بره يعني اللي بيفرق بين الدولة ودولة أخرى أن الدولة بتحط التعليم في مقدمة أولوياتها أو بتحط الصحة في مقدمة أولوياتها وبالتالي المواطن اللي معهوش فلوس بيقدر ياخد لأن دي حاجة اسمها وزارات خدمية أخيرا أستاذ داليا لو جلستي مع مسؤول عن التعليم في مصر ماذا تقترحون أنا أقترح أن يبقى في حوار مجتمعي للقرارات الهمة للوزارة في المنظومة التعليمية أنا أعتقد أنتم مش هتتفقوا يعني لو كان في حوار مجتمعي وترح ليكم الموضوع أول مرة أقول لهم مش التفق وزي ما دكتور فريدي قال على فكرة ما فيش حوار مجتمعي تم قبل كده عشان كده أنا بشيد بدكتور ردح جازي أن ده تغير جازري في الوزارة التربية والتعليم كان زمان كان لما إحنا كنا بنتكلم كنا بنتاجم أن إحنا مش متخصصين أو أن إحنا ملناش أن إحنا نهور رأينا وزير الفاتري ويحمل حوار مجتمعي فهو أحيان الحوار مجتمعي ويسمعنا ويشوف إيه إيه الأسباب مثلا لرفضنا حاجة معينة فممكن نوصل لحل وسط